في الأثناء تبحث وفد من قوات البشمركة مع قيادة العملية المشتركة خططا لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي وكدى التنسيق الأمني بين الجانبين لمواجهة تصاعد العملية الإرهابية وذكر بيان لقيادة العملية المشتركة أن وفدا من البشمركة وصل إلى مقر القيادة في العاصمة بغداد للتباحث والتنسيق الأمني في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك وكدى وضع خطط جديدة لمواجهة الاعتداءات الإرهابية وأضف البيان أيضا أن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول رقنا عبد الأمير الشمري كان باستقبال الوفد الأمنية الكردي